بلال فريلي انت كنت متوقع تكون موجود في الانتخابات هذي طلبت تزكية من اللجنة التسوية في الجامعة الونسية لكرة القدم ساقبل خناخذه انت ناخذه موقفك من انسحاب حسين الجنين لكن اقبل لهذا خنعفو في الاثناء شنو صار الاسبوع اللي فات لكل من النهارة اللي قدمت المطلبة متاعك حتى لليوم والله يشوف هو الساق موضوع الانتخابات هذي سابقة كانت في الانتخابات هذي وانو الامور صارت فيها تكتم كبير احنا مناش فاهمين على اقل لانا مناش فاهم عليش التكتم الكل انتي اليوم تقول اه تقول اه مصدر ثابت وانو حسين جنيح موش بشي تقدم الجامعة لي فاتت سمعتك انه تقول وانو عندك من مصدر ثابت وانو حسين مش يتقدم ان اليوم نقولك وكني نقولك انه لا ترشح الجملة شكون يعرفو؟ اليوم ما نعرفوش يعنا انا وكني قولك ما تقدم حد وكني قولك ما قبلو حتى ترشح ما نفوق وشكون قال ترشح اصلا? حسين جنيح الجماعي فت اكد لي هو ترشح ايه هذا فت هاتف هذا لكن انا نحكي رسميا ايه انا زيد النجم نقول ينهضره بالتليفون انا بدي التعالي ارى وقع اتصال بيني وبين حسين جنيح وانا اما هيش رسمية من اجموش نحكيه على حاجة ميش رسمية انا نعيب على الهيئة التسييرية من الحاجات اللي نعيبهم عليها لانه عيوبها كثرتها لها مات واني متعاملتش مع الملف بالجدية والشفافية اللازمة معناها انتي قول لنا عليش عليش قبلت ترشح وسين جنيح وعليش اسحب ترشح وساعة وعليش من انا نهارت اللي قدمت الطلب بالتزكية متاعي بعثت اللي كنتي منها نسخة بعثت نسخة وقلت لاني مترشح واذا كان تونس نجم ونعاونوها بحاجة واذا كان الناس نجمت عاوني بش نترشح كذي فعليش نخبي هذا ملايخي واحد خدمة تونس ما يحشموش بها وبالعكس فخر وانا نخدمو بلادنا افخر وانا نعطيوهو شوية الخبرة اللي عنا لبلادنا في ميدان كورت قدم ما فياش حد شي سنقوم باية نحن أيضاً انتخابات هذي نعم اولا يتجاوبونا في السنداج اللي موجود على شنال متاعنا في يوتوب صنجوم ما جاوبنيش بليل قتلك شنو صار معتف الاسبوع ما صار حد شاية ذكرش قتلك كلو مو انو الهاية التسييرية ما لا تصلت بي لا جاوبتني على المطلب اللي عملتو لا قالوا لي شنو النية متاحهم بشي بشي وانو مش يسندوا المرشحة تزيري ما فاماش عليش انا ايمانا مني بخدمة تونس كما قتلك انا ما نعرف شنو صار في الكواليس متاع الجلسة العامة الاتحاد الافريقي كورت قدم لكن اذا كان صار اتفاق موقورة وصار اتفاق عليش تخليل الناس تترشح والناس كذا واذا كان صار اتفاق اربح منو حاجة مسالش انا منش ضد اتفاقات ونعرفوا انو فهم اللوبيينج في الانتخابات وفهمه كذا ونجم هو يتنظر نزل التزيري وتزيري غدو يسلحلو في حاجة اخرى وياخذ منو بوستيق دا كورتو لكن هذا ما يعملوش كامل يدير راو لانو كامل يدير ماشي على روحه من الجامعة يدخل في الوبيين كامل يدير غدو وشنو الرئيس الجامعة اللي بشي شي هزمعه كامل يدير يقولوا بربي او السيدة تفهمتوا معاه انا فهمت انا هذا اللي اللومه اخويا كي نشوفوا الرزنامة وكي نشوفوا كذا وكذا وكذا بش ندخل لك كنا في موضوع الموضوع تفهموا انو الهيئة السريرة اللي قادة تعمل فيه انا الرأى موش من المستحة تقلب مانا لانو الادارة كتبت كترسلها وانا لزم اتجاوبك في مناش في 24 او 48 ساعة ولا جمعة هذا كم مصارش وهذا مش ماقول انا انا اليوم اشوف الفصل الثاني من القانون الاساسي كورت قدم يقولوا انو المكتب الجامعي متكون من 12 عضو من بينهم رئيس مانا رئيس الجامعة قبل ما يكون رئيس الجامعة على هيئة السرية هو عضو بالاساس انا كنت عضو في مكتب الرابطة كنت عضو بمكتب جامعي ماناسي كامل يدير انا زميله قبل كل شيء مانا زميله كنت زميلك في المكتب الجامعي مانا زميلك كان مانا ابسط الاشياء من باب الاحترام وانك تجاوبني حتى بالهاتف صحيح مانا انا عانا خيارات اخرى في تواجه اخرى الاسباب كذا وكذا صحيح انا مشينا هنا انا حكيت مع حسين جنيح وكذا كان كنت يماشي وحسين جنيح في مصلحة تونس فكننا اروح حسين جنيح فليس مش مشكل مانا مش هذا المشكل حتى في كلمتو حتى في الكلم البارح وكي حكيت مع الحقيقة بليلي يقول لك راو مروين انا تعرفني قداش دي سبليني دي ما توقض تونس فوق الناس الكل بالضبط فهمت اذيك حسب لي ما ليقايا مختارة خاني اخو قراءتك اللي صار مفيش اشوية الانسحاب هيدا ولا ما توقعون انت ولا انا بالنسبة لينا خسارة لكل تقادمة تونسية انسحاب حسين جنيح متعرفني انا ونعفى مش ما بدأ روه اذا كان انسحر تمولي نرجع خسارة وما كانوش بليل زادة قدم للمطلب هذا التسكى دو بربي نحكيه ان شاء الله يكون الانسحاب هذا اخ العنقود متاع المنظومة الاقديمة هاني دي ما نحكي باش منحطش حسين اللي انا خدمت معاه وكنت موجود اربيتر وكذا وموجود هذي سيد حسين جنيح هنا من رأي روه مروين وسمحني يمكن صاحبك هو كان يحب يخدم الكورة التونسية هنا ما عنده حتى حل كان يرجع الجامعيته بالنسبة لي نحنا طوى على مستوى الليتارات وعلى مستوى الكاف وعلى مستوى الجامعة هذي منظومة خلنا بدأوها هين را يمشت رو موجود كمال يدير بشيقة على المنظومة الاقديمة ويجيب عبادة جدود تخدم الرياض ومبلوس طوى نحنا يخي كل مسؤول في الدولة روه نيته وشفت بعد 25 جويل يخي ملاحظناش اللي كل مسؤول ما عندوش نسبة ذكاء في الدولة التونسية يا انسى حب وحده يا تم معفقه يخي مو عنا شوية ذكاء اخوي يخي الرئيس قاشم مرة يمشي للتزاير والعلاقة والات يمكن ملي تولت مليتش العلاقة واتيدة بين تزاير وتونس كيما الوقت هذا الرئيس را في كل مناسبة ولا عنا مناسبة يا الرئيس الزير يجينا يا الرئيس نا يمشي لهم يخي كمسؤول انتي كمال يدير ولا غيره ولا وزير ولا غيره يخي انتي طوى بش تحط يدك في يد المغرب ضد تزيري وش كون قال لك عطي تزكية لحوسين جنيح معنى اعطيت تزكية ومبعد رجعت فيها انا حسب رايق انتي في رايق مختار اعطاوا تزكية مغيم يستشعروا الوزارة والدولة هذي مشكل هذي مشكل هذي مشكل نرمال فمحلين انا المعلومات اللي عندي يستشعروا فمحلين يمكن فهنا بوعطيات تغيرت مبعد لا لا فماش تغيرت يخ تغيرت نحنا كنا مع هذي تزاير معنى انتي طوى غدوا بش تحارب تزير روم سياستنا تبقى مندخلوش مستلحة داني بتاع نحارب ونفس لا 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 انا في البوست هذي لا تنافس ولا تحارب كيف كيف نحكي رياضيا انا يخي انتي طوى عندك عندك شكول اللي واقفة معاك في وضعنا نحنا الحالة تزير تحب ولا تكراح الطاقة اللي تخيروا في مخل يخويا ينكونوا معها في كل شيء وكما قال لك بيليل غدوا بالك شيء يخرج الآخر تنقوا بلاستنا موجودة هنا عندي حالين يتبدلت معطيات وقالوا له انسحب واضح يهو سكر الأجيل هكشفتم بارح لدوز مع نص الليل هبط ولا لحداش ونص سكر علاج المنافسين لأخرين باش ما يخذوش باش يكملوا في الوحد معنى هنا راهو بربي أي مسؤول هنا لازم يكون واقعي يخو يدرسها في مخو كل التوكينات الحسين طو بربي كعتيت الحسين ومبعد حسين انسحب شو نجمو نحكيو على كمال يدير هذي معناها مشكلة من المشاكل المتاع الجامعة اللي قاعدين نسيروا فيها ومزلنا باش نحكيو ع الرابطة والمشاكل اللي تخاطبت فيها الرابطة وتعينات ومئة تلف حاجة